هذه أبرز العناوين مدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي يطمئن الجماهر المغربية بخصوص إصابة الدول المغربي حكم زياش التي تعرض لها أمام منتخب زنبيا قبل مواجهة منتخبها جنوب إفريقيا وليد الرجراجي يقرر استبعاد خمسة لاعبين من تشكيلة الأسود ويفاجئ الجميع الدول المغربي أمين حاريتة يقرر الرحيل عن نادي أولمبيك مارسيلي الفرنسي صوب هذا الفريق الأوروبي الجزائري رياد محرز يرد بتصريح صادم على الصحافة الجزائرية ويعلق الصحافة الجزائرية مارست علينا ضغطا كبيرا ونحن لسنا منتخب البرازيل خضع الدول المغربي حكم زياش لفعوصات طبية من أجل تحديد مدى خطورة الإصابة التي يعاني منها اللعب وإضطر اللعب غير تصريح التركي لمغادرة أرضية الميدان بين شوطي المباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الزنبية في حضوض الدقيقة السادسة والأربعون بعد معانته من إصابة ليعوضه المحتري في نادي بير لفركوز الألماني أمين عدلي وحسب المصادر الإعلامية فقد خضع حكم زياش لمباراة أمس الأربعة لفحوصات طبية إذ أثبتت أن إصابته غير مقلقة وكانت طففة ومن جهة أخرى سيعمل الجهاز الطبي للمنتخب المغربي على تجهيزه من أجل مواجهة جنوب إفريقيا برسم ثم النهائي كأسي أمم إفريقيا كودفوار توتال إنرجيز وسيلاقي المنتخب المغربي نظيره الجنوب الإفريقي ومتولتها القادمة انطلاقا من الساعة التاسي أمزاءنا بتوقيش غرينيتشا كشفت المصادر المطلعة أن مدرب المنتخب المغربي وليد الراجراجي من المتوقع أن يجري تغييرات في تشكيلة المنتخب أمام نظيره الجنوب الإفريقي في ختام أو في ثم النهائي دور مجموعات كأسي أمم إفريقيا 2024 وتأتي هذه التغييرات بسبب تعرض عدد من اللاعبين المنتخب المغربي للإنظارة ما سيتسبب في استبعادهم من مباراة النصف النهائية وتشمل قائمة اللاعبين المعروضين للإيقاف محمد شيبي أمين عدلي رومانسي السليم أملاح حكيم زياش وأشرف حكيمي يعني أن اللاعبين الأساسيين مهددين بالغياب مما سيؤثر سلبا عن الفريق وقال غيقراجي في تصريحاتها سنجري بعض التغييرات لأننا لا نريد أن نفقد أي من اللاعبين المؤثرين في المباراة وتقام مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الجنوب الإفريقي يوم الثلاثاء المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتشا بات الدول المغربية من حريطة صانع العب نادي أولمبيك مارسي الفرنسي لكرة القدم قريبا من مغادرة الدول الفرنسية صوب تجربة جديدة احترافية ثانية حيث كشفت تقارير الإعلامية التركية رغبة وكيل أعمال اللاعب في إنقاله إلى الدور التركي لكرة القدم وكشفت المصادر ذاتها أن وكيل أعمال حريطة اقترح على نادي غرطة صراي التركية التعاقد مع وكيله خلال المركات شتوي الجاري أو خلال فترة التقالات الصيفية المقبلة وذلك نقلا عن تدوين كايا تاميل الصحفي التركي عبر صفحته شخصيا بموقع التواصل الاجتماعي إكسا والتي يؤكد فيها رغبة وكيل أعمال أمين حريطة في نقله إلى الأراضي التركية من بوابة غرطة صراي ويأتي هذا في وقت يبدو الإيطالي غتوزو مدرب نادي أولمبيك مارسيليا متشبت باللعب من حريط رفقة مواطنه عز الدين ناحية خاصة وأن فريقه افتقد للإضافة التي يقدمها اللاعبان معنا على مستوخط الوسط والهجوم ما تسبب في إقصائه الأسبوع الماضي من مصابقات الكأس أكد لاعب ريض محرز أن الوقت ليس مناسب للحديث عن مستقبله مع المنتخب الجزائري ما يعني أنه لم يحدد بعدما إذا كان سيعتزل اللعب دوليا أم سيستمر في حمل قميص الخضر وغادرت البعثة المنتخب الجزائري الكوديفورة أمس الأربعاء عائدة إلى بلدها بعد الإقصاء المبكر من كأس أمم إفريقيا وقال اللعب الأهل السعودي الذي وصل رفقته إلى الجزائر نحتمل كل مسؤولية وهذه هي كرة القدم أحيانا تفوز وأحيانا تنهزيم وحاليا نشعر بحزن كبير من أجل الشعب الجزائري ولكنه ليس من أجل الصحفيين لأنه لأسف نشعر أن الصحفيين ضدنا نحن وحدنا من كنا نعاني من الضغط الإعلامي علما أننا لسنا برازيل نحن الجزائر وأضاف الضغط الإعلامي ليس عذرا لأننا نحن من نلعب وسط الملعاب ولكن الأمر ليس سهلا على اللاعبين الشباب حيث دائما تطالبون بتغيير اللاعبين نطلب الاعتدار من شعبنا لأنه يستحق أكثر مما فعلنا الآن منذ ثلاث سنوات لا نستطيع الفوز ولم نكن في المستوى خلال آخر سنتين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة